أيها الإخوة الكرام موضوع الخطبة اليوم ليلة القدر ولكن سوف أضع بين أيديكم خواطر إيمانية مستندة إلى نصوص قرآنية السورة الأولى سورة القدر إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَصْعُبُ وَصْفُهَا وَلَكِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قال بعض العلماء ألف شهر أي سلاسة وثمانون عاماً يَعْبُدُ الْمَرْءُ فِيهَا رَبَّهُ عِبَادَةً جَوْفَاءً خالية من معرفته ومن الإقبال عليه في هذه الليلة تفوق ألف شهر كيف نفهم معنى ليلة القدر؟ من آيات كثيرة من هذه الآيات وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إذاً في ليلة القدر تقدر الله حق قدره في ليلة القدر تعرف الله تعرف أنه لا إله إلا هو هو الرافع، هو الخافض، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل، هو الرازق هو الرحيم، هو الكريم، هو الحكيم، هو العليم، تعرف أسماءه الحسنى، صفاته الفضلة وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ يعني ما عرفوه حق معرفته يعني في ليلة القدر ينبغي أن تعرف الله وقد تأتي ليلة القدر تاجاً لأيام كثيرة تجتهد فيها في سماع القرآن، وفي تلاوة القرآن، وفي صلاة الترويح من أجل أن تعرف الله وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ قال بعض العلماء في قوله تعالى أي أن كل آية تنسني على أختها فتشرحها إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِمَعْنَى أَنْ تَعْرِفَ اللَّهُ بمعنى أن تُقَدِّرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ أن تعرف ربوبيته، أن تعرف ألوهيته أن تعرف وحدانيته، أن تعرف كماله أن تعرف أن بيده كل شيء أن تعرف أن الله في السماء إله وفي الأرض إله أن تعرف أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أن تعرف أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أن تعرف أن يد الله تعمل وحدها ولا إله إلا الله وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ إِذَا كُنْتَ مَعَ الْقَوِيُّ فَأَنتَ الْقَوِيُّ إِذَا كُنْتَ مَعَ الْقَوِيُّ لا يستطيع أحد في الكون أن يصل إليك ولا أن ينال منك اعتز بالله اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت من أجل أن تعرف الله حق معرفته من أجل أن تعرف أن الله بيده كل شيء لا تلتفت إلى سواه والذين هم عن اللغو معرضون عما سوى الله وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أي ما عرفوه حق معرفته إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ آية ثانية وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون هذه الأرض من يسيرها؟ تدور حول الشمس بمدار إهليلجي وهذا المدار له قطران أطول وأصغر فإذا وصلت إلى القطر الأصغر قلت المسافة بينها وبين الشمس وعند إذن تزداد قوة جذب الشمس لها هناك احتمال أن تنجذب إليها فتتبخر الأرض في ثانية واحدة ما الذي يمنع جذابها إليه إلى الشمس؟ أن الله يرفع سرعتها لينشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول عن مسارهما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذه الآية الثانية الأولى وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز والآية الثانية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذه الآيات تشرح لنا معنى ليلة القدر أن تعرف الله أن تعرف أنه إله بيده كل شيء واحد أحد فرد صمت لم يلد ولم يولد لتعرف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب وعلى كل شيء وكيل آية ثالثة وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هذا الإله هذا الإله العظيم من شيء أيها الإخوة الكرام فالقوا الإصباح هذا الصباح الذي يأتينا كل يوم من يخلقه هذا الليل الذي يأتينا كل يوم كي نسكن فيه من يخلقه من يأتين به من آيات الله الدالة على عظمته الليل والنهار ومن آيات الله الدالة على عظمته الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار إذاً طريق معرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض فالقوا الإصباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ أيها الإخوة لو وقفنا عند الآيات الكونية تقترب من ألف آية موقفك من أيّة آية أيها المؤمن موقف محدد من آية الأمر أن تأتمر من آية النهي أن تنتهي من آية وصف الجنة أن تسعى إليها من آية وصف النار أن تفر منها من آية هلاك الأمم السابقين أن تتعز فإذا مررت على ألف آية تتحدث عن الكون ما موقفك من هذه الآيات؟ موقفك من هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار من هذه الآيات فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم كيف تعرف الليل والنهار من الشمس ومن دورة الأرض حول الشمس وكيف تعرف الشهور من القمر والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم فلان عمره تسعين سنة يعني عاش تسعين دورة حول الشمس وفي كل سنة في إثني عشر شهراً حددها له القمر من آيات الله الدالة على عظمته كي نقدر الله حق قدره هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازلاً لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون أيها الإخوة الكرام ألم نخلقكم من ماء مهين؟ يعني الإنسان يستحي إذا كان هذا الماء على ثيابه من ماء مهين لأنه يخرج من عورة ويدخل في عورة ألم نخلقكم من ماء مهين؟ وباللقاء الزوجي في ثلاثمئة مليون حوين البويضة تحتاج إلى واحد فقط البويضة لا ترى بالعين كحبة الملح يعني لو إنسان وضع أصبعه على لسانه ثم وضعها على الملح دون أن يضغط عليها إطلاقاً يتشكل طبق على إصبعه من حبات الملح البويضة التي خلقت منها وأنا خلقت منها بحجم حبة الملح والحوين لا يرى بالعين أصلاً هذه البويضة تلقح بعد تسعة أشهر طفل بدماغه مئة وأربعين مليار خلية فيه دماغ، فيه خلايا قشرية فيه المحاكمة والتصور والتذكر فيه جمجمة، فيه مفاصل ثابتة فيه جهاز هضم معقد جداً، فيه جهاز تنفس فيه جهاز إفراز فضلات، فيه جهاز كليتين فيه عضلات، فيه أعصاب، فيه غدى الصماء عالم قائم بذاته من هذه البويضة الملقحة أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ الله جعل الرحم في عظام الحوض، قرار مكين وجعل الدماغ في الجمجمة، وجعل العين في المحجر وجعل القلب في القفص الصدري وجعل النخاع الشوكي في العمود الفقري وجعل أخطر معمل في حياة الإنسان معمل كريات الدم الحمراء داخل العظام فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ أنت حينما تمسك كأس الماء لا ترى إلا ماءاً عذباً صافياً زلالاً لو أن الله سبحانه وتعالى رفع لك حساسية العين لرأيت ملايين البكتريات لا يمكن أن تشرب كأس الماء السمع له عتبة، البصر له عتبة، الإحساس له عتبة كل حواسك بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من لوازم إدراك ليلة القدر أن تعلم علم اليقين أن الرزق بيد الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة بالغة 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 عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها والذي قدر عليه رزقه يوم القيامة يقول من أعماق أعماق أعماقه يا رب لك الحمد آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين